يمكنكم رؤيتها من الخارج هذه البقع السوداء تحتوي على الألياف المميتة إن سقطت الحاوية وانكسر الزجاج الذي تحتويه فسينتشر الأسبست في الهواء لا خطر على كنوت بيرنل لأنه يعمل داخل حجرة تحتوي على وقتة استخلاص خاصة لهذا لا يحتاج إلى ارتداء قناع لكن سيشكل هذا تهديدا لأي مستهلك يتنشق الغبار السام ما قد يبدو شيئا غير مضر يمكن أن يسبب السرطان يؤكد المجهر الشكوك الحواجز تحتوي على الملايين من ألياف الأسبست التي يمكن أن تلوي ثرائتين مستهلكين الجاهلين لوجودها الألياف في الأوعية الحافظة للحرارة هي كريستايل أو أسبست أبيض ونعلم أن مصدره كندا وهو ممنوع في أنحاء أوروبا مؤكد أن هذا أسبست هناك نوعاني للأسبست الأول هو الأسبست الشبيه بالإبر وكروسيدوليت مثال عليه كما أن هناك كريستايل الذي يكون أنعم ومنفوشا أكثر وقد يكون خطيرا مثل الأسبست الشبيه بالإبر يبدو أنعم ومختلف الشكل لكنه ليس آمنا إن كانت نتيجة فحص غرض مثل أوعية حفظ الحرارة إيجابية يبدأ جيرد ميلر باتخاذ إجراء رسمي يتم تسجيل الغرض والتبلغ عنه لشبكة السلطات يتم إعلام التجار ويطلب منهم إزالة الغرض من السوق ميلر على اتصال الآن بأوروبا وهذا ضروري لأن غالبية المنتجات لا تسوق إلى ألمانيا فقط بل إلى العالم لدى أوروبا نظام تحذير اسمه رابكس وهو يدرج البضائع الاستهلاكية الخطر على الإنترنت تضم فئة الأسبست العديد من الأوعية الحافظة للحرارة والتي تم الإبلاغ عنها من أنحاء أوروبا تحديدا ماركت سانفلاور غالبية أوعية سانفلاور الحافظة للحرارة تأتي من الصين يكتظ معرض يوء التجاري قرب شانكهاي بالمشترين من أنحاء العالم على مدار السنة يسهل التعرف على الهواجز الموجودة داخل الأوية والتي قد يكون الأسبست المميت قابعا داخلها تنكرنا بهيئة مشترين وعثرنا بسرعة على أوعي